صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن السلطات المصرية تستعد الآن في منفذ رفح لاستقبال المحتجزين المفرج عنهم من حركة حماس بقطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي كما أعلن أن الجهود المصرية المكثفة قد أسفرت عن إطلاق صراح عدد 12 من رعاية تايلند بالإضافة إلى عدد 13 من المحتجزين الإسرائيليين من الأطفال والنساء لدى حركة حماس